احنا عندنا كفتين تخيل على يميني هنا او لا ما بلاش عليمي على شمالي هنا عبدالفتاح السيسي بنظامه بفشله بسياسته اللي ليها علاقة بان انا ما عليش في دراسات الجدوة ودراسة الجدوة اتأخرني وانا ما بعملش دراسة الجدوة وانا بفشل في موضوع المدينة الاساس والمليون ونص فدان وما عنديش ايه مشكلة ده عبدالفتاح السيسي على الشمالة هون عليمين هنا عندنا رئيسة وزراء بريطانية تعيسة جدا اسمها ليستراس قعدت 45 يوم بس خلاص وجنبها واقف واحد وزير خزانة او مالية اتعس منها اسمه كواسي كوارتنج تمام الجماعة الخير دول في بريطانيا اول ما مسكوا فتح وسيدروم كده قال لك بس يا جارة احنا نعمل حاجة ميزانية جديدة والضرائب مش عارف ايه وال45% وهنعمل وهنسوي تمام ممتاز طيب يا جماعة عملتوا دراسات جدوة اه عملنا دراسات جدوة فين عملناها عند الهيئة المختصة بدراسات الجدوة في بريطانيا وهي هيئة رسمية اسمها office for budget responsibility الهيئة او مكتب المسؤول عن الموازنة طيب صحيفة الجارديان البريطانية بمناسبة موضوع دراسات الجدوة قالت ان ليستراس و كواسي كوارتنج نقف عند العنوان لو سمحته تاني عشان بس هو العنوان هو المهم قدام الناس نرجع له تاني بيقول ان هما بيقوموا الضغط للاطلاع على التحليل او الدراسة للخطة بتاعتهم اللي هما عايزين يقولوها طيب الخطة دي يا جماعة الخير في بريطانيا مين المسؤول عنها هنطلع كده الصورة اللي جاية الصورة اللي بعد الجارديان لو سمحته من الموقع الرسمي للهيئة المختصة بمراقبة ودراسات الجدوة الخاصة بخطط الحكومة الهيئة دي بتقول لحضرتك ايه ان احنا هنعلن يوم 17 نوفمبر عن رأينا وهننشر دا للناس كلها عن رأينا في الخطة الاقتصادية اللي هيعلنها وزير الخزانة الحالي في يوم 17 نوفمبر القادم طيب ايه الحكاية ايه القصة دي القصة ان الهيئة دي عندنا هيئة بريطانيا هنا اسمها المكتب المسؤول عن الموازنة الهيئة دي مهمتها بس انها تنشر رأيها في دراسات الجدوة في خطة الحكومة يعني الهيئة دي بتجيلها خطة الحكومة الاقتصادية احنا هنعمل مدينة اساس في منشستر وهنعمل مشروع مليون فدان في ليفربول وهنعمل اطول بورج وهنعمل نهر اخضر في ويلز وفي اسكتلندا هنعمل مش عارف كذا وهنقلل الضرائب على سكان لندن تمام خطة اقتصادية لها محاور كثيرة بتعلنها رئيسة الحكومة طيب المكتب بتاع الموازنة دا بقولها تعالي حضرتك هتلنا بقى الخطة دي لما نديها التحليل المتين لما نعمل لها دراسة الجدوة لو الهيئة دي قالت لا خطة الحكومة خطة سيئة خطة فشلة خطة واقعة علينا مآخذ لا تقر هذه الخطة وتجبر رئيسة الحكومة ووزير المالية على إعادة النظر في الخطة بتاعتهم وفقا لإيه لدراسة الجدوة الصادرة عن الهيئة الحكومية تمام طيب ليست راس وكواسي كورتنج عملوا إيه يا جماعة طلعونا الخطة بتاعت المكتب المسؤول عن الموازنة معلش والله بس كمان يومين يا جماعة احنا عايزين نشوف الخطة في آخر حداشر هنعلنها لكم يا حبيبي الاختصاد بالبريطاني بينهار بكل مقوماته القوية والتي لا تقارن بمصر بالمناسبة لإقتصاد في بريطانيا فليست راس قلت له لا معلش كمان شوية فطبعا الدنيا هاجد جدا عليهم انتو بتهزروا ولا ايه كان فيه ضغوط كبيرة جدا انه لازم نشوف دراسة الجدوة لازم نشوف الهيئة المسؤولة عن تقييم خطة الحكومة الاقتصادية رأيها ايه في الهجس اللي انتو بتقولوه فطلع في الآخر ان ليست راس خايفة تنشر هذه الدراسة وبالتالي استقالت او اقيلت ورحلت ليست راس رئيسة الحكومة البريطانية ورحل كواسي كوارتينغ وستنشر هذه رأيها دراسة الجدوة في الخطة الجديدة اللي يعلنها جيرمي هانت في 17 نوفمبر ورئيس الحكومة الجديد ريشي سونك بريطانيا يا حبيبي بريطانيا يا عزيزي الانظمة الديمقراطية الاقتصاديات القوية في العالم بتحترم نفسها ما بتاخدش الموضوع كده بالدراع لا في دراسة جدوة بتقف عندها احتراما لان فيه خبراء طيب دول كانوا علي ميني مشكلة تعالوا نرجع للاخ اللي واقف على الشمال اللي انا سايبه بقالي شوية ده عم فتاح بيه السيسي عمل ايه الراجل راح في 2016 للخبراء الاقتصاديين الناس اللي بتفهم اللي هما زي زي الوفيس فور بودجد ريسبونسباليتي اللي هما الهيئة المسؤولة عند دراسات الجدوة قال لهم يا معالي الخبير انت وهو انا هعمل تعويم انا هعمل اصلاح اقتصادي انا هرفع الدعم انا رايح لسندوق الناب قالوا له معالي الشابه والله فوت علينا كمان عشر سنين لان المصار بتاعك ده مصار فاشل واحنا بنحترم تاريخنا بنحترم اسماءنا بنحترم خبراتنا احنا مش جايين معك فقاموا اعمل ايه قال لهم طيب تمام يا خونا يا عملاء الوطن والله لا يخلي نشأة يطلع يسبلكو على الهوى وفعلا طلع نشأة قال لهم ملعون ابو تاريخكو على خبراتكو وعلى كذا احنا نقف وراء الرئيس السيسي جميل وصلنا الاتنين وعشرين امطلع نفس السيسي يتكلم على المشاكل الاقتصادية اللي هو بيعاني منها عن الدولة اللي مش قادرة سافر هات لنا فلوس فما عادش حد بيدي فلوس ولا بيشحته فلوس وبعدين النهاردة بيطلع يقول لك انا ما عنديش دراسة جدوى انا بعمل المشاريع وبجرب في حضراتكم يا رجل رئيسة حكومة بريطانيا جربت بس انها تعمل خطة اقتصادية من غير ما ترجع او تنشر دراسات الجدوى اللي الهيئة دي مختصة بيها سقطت رئيسة حكومة بريطانيا انهار الاقتصاد البريطاني طب تخيلوا حضراتكم ايه اللي بيحصل في الاقتصاد المصري